مدينة الجلالة ازاي هتكون المركز للصناعة صناعة الرخيم والجرانيت والله هي اتعملت على احدث يعني تكنولوجيا واحدث مايكانة ومصانع مجمعات عملاقة وما بقتش مدينة الجلالة بس انا شايف طبعا كمع بنسويف والجلالة ورسدر وابا سنيمة ووجف جافة يعني يقول مينيا واسوان يعني فيه كذا مجمع اتعمل حلو قوي ولكن بنقول يعني انا المجمعات دي اتصرف عليها وتعملت بفكر محترم وما يكان حديثة افضل ان فعلا فعلا لو استصمرت بخامات مصرية ومنتجاتنا مصرية عشان تبقى فيه الصادرات نمرة واحد يعني كل التركيز فيه دي انا خلاص ما عادش عندي حاجة عندي خامة كويسة عندي صناعة كويسة قوي 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 بما يكان حديثة خلاص بقيت ان انا اقدر ان انا اقدر اصدر ويفتح لنا سكة في دول يمكن احنا يعني ديبقى احنا احنا بنتعاون معهم جميع جدا 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 مع جميع بنسميهم المدن الجديدة المدن الجديدة والمصانع الجديدة والتعاون مستمر بيننا ولكن احنا يعني ان المصانع دي لو صدرت بنسبة 90 في المية من انتاجها هيكون لها عائد كبير قوي قوي بصرف النظر على انه يشغل نفسه او يشغل منتجاته وانتاجه في المشاريع المحلية المشاريع المحلية اعتقد ان الكطاع كبير جدا جدا ويقدر يغطيها ويغطيها بجودة كويسة قوي قوي لكن بامانة انا يعني طموح شوية فبقول ان انا اتمنى ان اللي اتعامل في المجمعات دي يبقى الهدفه لانه كان معمول عشان كده عشان يفتح افاق جديدة في التصدير حد سقوي الميكانة وده اللي بندور عليه هي خلقت برضه دور من المنافسة ما بين القطاع وابتدت مصانع فعلا تبتدتطور نفسها بنفس الشكل وكله وده شيء كويس قوي طب وصلنا لحد فين في موضوع تقنين مصانع شق التعبين حالك طبعا منطقة شق التعبين الواحد بيفتخر بها جدا جدا منطقة لصناعة موحدة صناعة الرخام والجرانيت بتضم 2600 منشأة فطبعا يعني مش رقم سهل كبيرة جدا يعني موقعها متميز يعني فعلا عانت كتير ولكن الحمد لله هي سبحان الله وربنا وضعها في المكان دوت واتطورت بتتطور بتتطور وأنا شايف أن من بعد توجيهات سات الرئيس في تطوير المنطقة وأن لازم جميع الجهات تقف وتساعدها وأن في لجنة لتطوير منطقة الصناعية في شق التعبين وجعلها يمكن سات الرئيس اختار لها كمان اسمها من المنطقة العالمية لصناعة الرخام والجرانيت تستحق فطبعا بنتمنى أن المنطقة توصل للمستوى ده وهي جديرة أنها توصل للمستوى ده الحمد لله هي بتمثل مشاء لأبدا من 80% من صناعة الرخام والجرانيت في مصر ودي يعني الناس دي هي اللي كفحت والناس دي اللي فتحت فاق التصدير والناس دي اللي لدت فرصة للمنتج المصري أنه هو انتشر في جميع أنحاء العالم طبعا الواحد بيفتخر بيهم جدا بنتمي إليهم المنطقة في التقنين بقالها كتير يعني بقالها فوق 30 سنة بقالها كتير بقالها 30 سنة ولكن محافظة الكاهرة طبعا لوقع خالد عبد العالي يعني بيترقص تقنين المنطقة الصناعية بيزورها كتير جدا كل حاجة ولكن اللي قنن في المنطقة في حدود 60% تشايف أن التقنين ده هيساعد على حل مشاكل المنطقة؟ مع حضرتك النهاردة 60% فيه 40% ما تقننش يعني متوقع أنه هما يتقننوا الـ 40% في قدقين في الفترة الجاية أنا أتمنى أنه هما يتقننوا بكرة لأن طبعا هي المشكلة أن الوقت بيطول بس يعني هي الوقت هو اللي بيطول ولكن كمان عايزين أنها تمشي بالتوازي مع تطويرها يعني لأننا هو التقنين بيساعد أولا أننا دخلت الناس كلها في العمل الرسمي كله بقت المنافسة شريفة ما بين المجموعة كلها حفظت على السوق المحلي وحفظت على السوق في التصدير وأسعاره لأن النهاردة اللي ما بيقننش للأسف هو ما دفعش صحيح فبرضه هنرجع نقول أنه هو في عناصر التكلفة اللي عنده يقدر أنه هو يفرق في السعر وعشان كده بنقول ما ينفعش خالص فالنهاردة حالة بتساوي ما بين الناس كل المنطقة بتتقنن كل المنطقة بتتطور يمكن آخر قرار خده السيادة الرئيس وتوجيهاته فخامته إن إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبة والسائلة في شق التعبان وده الحمد لله بقى أنه في خمس شهور وأسند للشركة الوطنية وحاجة رائعة جدا جدا على مساحة 98 فدان طبعا كانش ينفع المشروع ده يتعمل إلا في منطقة زيدي مجمعة عشان قاطر المخلفات فيها كمياتها كبيرة والحمد لله يعني لجنة محترمة شغالة من الشركة وإحنا معاها والحمد لله دلوقتي هيتعمل قصرات ويتعمل مصانع للطوب يعني حنستخدم كل المخلفات سواء الكسر أو السحالة بنسميها السحالة كده البدرة السحالة اللي بتطلع من التصنيع بتستخدم في صناعات كتيرة جدا جدا هندي للصناعات عشان قاطر هنوفرها هنوفرها جدا لصناعات تانية قائمة عليها وفي نفس الوقت إن شاء الله هنعمل بها صناعات متميزة وطبعا تم من أربع سنين كنا عملنا برضو مصنع لتدوير المخلفات وكان كويس قوي وطبع الشركة الوطنية وبينتج انترلوكو وبينتج طوب ولكن هو إنتاجه بسيط ما يكفيش المنطقة كلها فهن الحمد لله التصديق من سات الرئيس إنه على المشروع ده بجميع بحجم المخلفات بالكامل فلا شغلين عليك ويس قوي ودي حاجة كويسة وأعتقد إنها هتدي فرصة للمنطقة إنها تتطور تتسافلت خدمتها تكمل مرافقها تكمل لأن إحنا نتمنى أعتقد إن إحنا عندنا تطور كتير شايفينه الفترة الأخيرة الحمد لله طبعا يعني يعني بص حول حاجة إحنا المستثمرين نفسهم بيساعدوا وعايزين يساعدوا ونفسهم إنه هم كل خطوة في التطوير بتديهم الأمل إن المنطقة تبقى أحسن وهتساعد لأنه أنا متأكد إنه كل ما بتطوري حضرتك وكل ما المصانع بتتحسن بتعود على اللي عايش فيها إنه يعايش في مكان محترم وعايش في مكان كويس وعنده خدماته حيقدر ينتج أكتر حيقدر يستثمر أكتر وأنا عارف وواسط من أصدقائي أخواني في القطاع إنه هم مع التطوير حيستثمروا بمبالغ رهيبة وهيستثمروا أكتر من كده في المنطقة